صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس إنه ثالوث منجس بنجاسة المذهب الطوسي اللعين هذا هو عنواننا صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس هذا هو الثالوث المنجس في واقعنا الشيعي الطوسي المرجع العنوان مهم جدا أن تركز عليه هذه الحلقة والحلقات التي بعدها القادمة ستكون في أجواء هذا العنوان لأنني سأبحث موضوعا مهما جدا أتمنى عليكم أطالب الباحثين عن الحقيقة أطالب الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة الطوسيين أطالب الذين يريدون أن يعرفوا دين العترة الطاهرة مثل ما قال لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لن تعرف الرشد لن تعرفوه هذه لن للنفي التأبيدي لن تعرف الرشد لن تعرفوه حتى تعرفو الذي تركه هذه حلقات حساسة جدا ولذا أتمنى عليكم أن تتابعوا البث المباشرة والإعادة كذلك أنا سأختصر الكلام ولان أدخلكم في دوامة المصطلحات لأنني سأحدثكم عن علم الأصول إنه العلم الشيطاني الذي له مدخلية مفصلية في صناعة الدين المزيف أتحدث عن أصول الفقه لن أدخلكم في دوامة ما يطرح في دائرة الإختصاص ولن أستعمل المصطلحات إلا بحد الضرورة لكنني سأنقل لكم جوهر الفكرة سأضع بين أيديكم خلاصة الموضوع وبقدر الإمكان سأوضح ذلك هذا هو عنواننا صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس فهذا هو ثالوث المرجعية الطوسية النجفية الكربلائية إذا كان المسيحيون عندهم ثالوثهم المقدس الآب والاب وروح القدس فإن المذهب الطوسية القذر النجس عنده هذا الثالوث المنجس بحسب تعبيري ووصفي لهذا الثالوث النجس النجس المنجس المنجس منجس بنجاسة المذهب الطوسي اللعي إذن هناك دين مزيف وهناك صناعة لهذا الدين المزيف هذه هي المذاهب العباسية القذرة صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس هذا الثالوث المرجع التقليد الخمس بهذه الطريقة ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللون ولا زالوا يضللون أجيال الشيعة الحاضرة وكذلك القادمة سنبدأ من هذه النقطة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما الذي جرى ما الذي جرى من بعد أن رحل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله عن هذه الأمة ما الذي جرى الحكاية طويلة طويلة مفصلة 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 جدا لكن أمرا لا يريد أتباع سقيفة بني ساعدة ولا يريد أتباع سقيفة بني طوسي أن يعترفوا به من أن الدين مر بمرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل اجتملت على المرحلة المكية والمرحلة المدنية المرحلة المدنية نسخت المرحلة المكية أما المرحلة المدنية فإنها نسخت بمرحلة التأويل والتي بدأت من يوم الغدير هذا الأمر لا تريد السقيفة بني ساعدة أن تعترف به ولا تريد السقيفة بني طوسي أن تعترف به مع أن الأحاديث واضحة عند السنة والشيعة من أن النبي الأعظم قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم من بعد من بعد رحيلي عن هذه الأمة ستقاتلهم على التأويل التأويل هنا ما هو بعلمه التأويل مرحلة انتقل إليها الدين بعد انتهاء مرحلة التنزيل ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل النبي لم يقاتلهم على القرآن النبي قاتلهم على الدين كله في تلك المرحلة وأمير المؤمنين كذلك قاتلهم على الدين كله في المرحلة التي كان هو فيها من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سقيفة بني ساعدة حبست نفسها في مرحلة التنزيل وكذلك سقيفة بني طوسي حبست نفسها في مرحلة التنزيل ولذا صار دينهم فوضى مرقعة صحيح أن حال أتباع السقيفة بني ساعدة قد يكون أفضل في بعض الجهات من حال أتباع سقيفة بني طوسي إلا أن السقيفتين تشربان من عين شيطانية واحدة من عين رافضة لما شرعه رسول الله عملية إنعكاس الملاكات تأتي هنا من هنا ارتدت الأمة ارتدت الأمة لأنها رفضت أن تتحرك باتجاه مرحلة التأويل ونقضت بيعة الغدير وأسست لها بيعة جديدة هي بيعة سقيفة بني ساعدة الطوسيون ركضوا وراءهم حينما أسسوا مذهبهم اللعين حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف إذن هناك في مرحلة التنزيل مقطعان المقطع المكي والمقطع المدني المقطع المدني نسخ المقطع المكي مرحلة التأويل التي بدأت من يوم الغدير في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل نقاط 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 لامعة بقي النبي في المدينة من بداية هجرته إلى يوم استشهاده مسموما مقتولا من قبل بعض نسائه وبعض كبار الصحابة في مؤامرة حدثتنا أحاديث العترة صلوات الله عليها عنها عشر سنوات كل سنة تشتمل على اثنين وخمسين أسبوعا فهناك اثنتان وخمسون جمعة إذا ما ضربنا عشر سنوات في اثنين وخمسين خمسمية وعشرين جمعة وفي كل جمعة خطبتان ألف وأربعون خطبة ربما في بعض الجمع النبي لم يكن موجودا في المدينة لأمر من الأمور الخلاصة هناك ما يقرب من ألف خطبة وربما يزيد على ذلك لا وجود لها بيننا لا عند السنة ولا عند الشيعة السنة لا شأن لنا بهم لماذا لم يروي أئمتنا لنا هذه الخطب إنها خطب رسول الله في الجمعة لماذا لم يروي لنا أئمتنا هذه الخطب الجواب لأنها خاصة بمرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل نسخت فنحن لا نحتاجها النقطة الثانية هناك ثمانون غزوة لرسول الله في كل غزوة هناك خطب أحاديث هناك الكثير من الشؤون التي مارسها رسول الله لا نملك شيئا من كل هذا ما عندنا شيء يسير عن وقائع وتفاصيل تلك الغزوات التي ترتبط بالقتل والقتال وسائر تفاصيل المعارك أين خطب رسول الله أين تفاصيل كلامه أين وأين إذا لم ينقل السنة ذلك لا شأن لنا بهم لماذا لم ينقل لنا أئمتنا هذا الجواب لأنها من ضمن مرحلة التنزيل القرآن في سورة النحل وفي الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ما بينه رسول الله لم يصل إلينا حتى إذا ما رجعتم إلى كتب السنة وما نقلوه من روايات وأحاديث في باب تفسير القرآن إنهم يضعفون أسانيدها في الأعم الأغلب هذا من جهة ومن جهة أخرى نقلت عن الصحابة لم تنقل عن رسول الله الكثير منها منقول عن الصحابة منقول عن التابعين القليل منها منقول عن رسول الله إذن أين بيان رسول الله لقرآنه ما هذا أمر صريح من الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل والأمر هو هو في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآية واضحة صريحة في أن النبي بين ما بين بنحو شامل وكامل ما يرتبط بمضامين القرآن التي تتناسب مع مرحلة التنزيل لا شأن لنا بالسنة إذا لم يكونوا قد نقلوا ذلك حديثنا عن أئمتنا لماذا لم ينقلوا لنا إلا القليل القليل من أحاديث النبي فيما يرتبط بتأويل القرآن لأن الكلام كان مرتبطا بمرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل مرحلة نسختها مرحلة التأويل هذه نقاط دالة واضحة جدا لا أريد أن أستمر في هذا الموضوع إنني قد تحدثت كثيرا عن هذه الحقائق في برامجي المختلفة السابقة أين خطب الجمعات التي تتجاوز الألف أين خطب الغزوات التي بلغت ثمانين غزوة أين تفاصيل أحاديثه صلى الله عليه وآله ما نقل إلا القليل أين تبيانه لقرآنه ما نقل إلا القليل حتى عند السنة فإن أكثر الذي في كتبهم منقول عن الصحابة ولا يوجد دليل يثبت أن الصحابة نقلوا ذلك عن رسول الله أين كل هذا لماذا لا يوجد بيننا ولماذا إذا ما ورد شيء عن رسول الله إن كان عند السنة أو كان عند الشيعة فإن مقص علم الرجال سيقوم بقصه وإلغائه هذا هو الذي يجري على أرض الواقع الجواب هنا الجواب من أن مرحلة التنزيل نسخت نسختها مرحلة التأويل أنا لا أخاطب أبناء سقيفة بني ساعدة لا شيء أنا أخاطبكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لماذا تلتزمون بالمذهب الطوسي الذي يكون في المجموعة المقاتلة لعلي لأن عليا يقاتلهم يقاتل على التأويل وهؤلاء يرفضون الانتقال إلى مرحلة التأويل لا زالوا محبوسين في مرحلة التنزيل هذه هي الحقيقة من الآخر وإذا أردتم التفصيل بنحو أكثر عودوا إلى برامج المختصة بهذا الموضوع معالم هذا الأمر واضحة واضحة جدا معالم هذا الأمر تبدأ من بيعة الغدير ثم تأتينا واقعة رزية الخميس التي هي أوضح نقطة تشير إلى غدر هذه الأمة اللعينة برسول الله لأن الأمة تقدس هؤلاء الصحابة الذين غدروا برسول الله في واقعة رزية الخميس حتى طردهم رسول الله من مجلسه ومنزله ثم جاءت السقيفة بني ساعدة بعد قتل رسول الله بعد أن قتلوه بالسم جاءت السقيفة بني ساعدة للغدر برسول الله وبعال رسول الله وكان الذي كان وارتكبوا الجريمة الكبرى حين قتلوا فاطمة وجنينها عملية تحريف واضحة للدين لابد أن تعرف من أن مرحلة ما يسمى بالخلافة الراشدة أتحدث عن الخليفة الأول والثاني والثالث هذه مرحلة طمس حقائق الدين هذه مرحلة التأسيس للتحريف مرحلة طمس حقائق الدين والتأسيس للتحريف إنها خلافة الأول والثاني والثالث حينما دخلنا في المرحلة الأموية هذه مرحلة الأكاذيب هنا بدأ الصحابة والتابعون ومن لف لفهم بدأوا بنسج الأكاذيب هذه مرحلة الأكاذيب حتى وصلنا إلى المرحلة العباسية استمرت الأكاذيب وتراكمت وصارت كثيرة جدا فاحتاجوا إلى صناعة علوم وهي علوم شيطانية ما هي بعلوم حقيقية صنعوا علوما لأجل التعامل مع هذا الركام الهائل من الأكاذيب علم الكلام قد يقول قائل من أن علم الكلام كان أيام الأمويين ما هو علم قديم علم الكلام هو هو علم الجدل موجود في الفلسفة الهندية وفي الفلسفة الصينية وفي الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الفارسية علم قديم لكن أتباع سقيفة بن ساعد زمن الأمويين ألبسوه لباسا دينيا ما بين من سلك المسلك الذي عرف بعد ذلك بالمسلك الأشعري وما بين الذين سلك المسلك الذي عرف بعد ذلك بالمسلك المعتزلي هم أخذوا علم الجدل من تلك الفلسفات وألبسوه لباسا دينيا فقيل له علم الكلام على أي حال أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ هذه العلوم لكن في الزمن العباسي هذه العلوم رتبت ونسقت فجاءت مجموعة ما بين علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم الرجال وعلم التفسير وما تسمى بمجموعة علوم القرآن هذه المجموعة من علوم اصطنعوها لأجل أن يتعاملوا مع هذا الركام من الأكاذيب والافتراءات وشيئا فشيئا بدأت المذاهب تتميز إلى أن تكاملت في ضلالها وما شققت من فروع ضلالها وتأسست بعد ذلك المذاهب العباسية حيث صارت حقيقة واضحة ما بين القرن الرابع الهجري والقرن الخامس الهجري من أواخر القرن الرابع الهجري إلى نهايات القرن الخامس الهجري فثبتت المذاهب العباسية القذرة النجسة على أي حال أعود إلى بيعة الغدير ومن بعدها رزية الخميس ومن بعد رزية الخميس قتل رسول الله ومن بعد ذلك بيعة سقيفة بني ساعد وحينئذ فتح باب طمس الحقائق وتأسست المرحلة الرئيسة للتحريف أحرق الأحاديث هذا كله موجود في كتبه في كتب أتباع سقيفة بني ساعد ما يرتبط بحرق الأحاديث أحرقوا الأحاديث منعوا كتابة الحديث منعوا رواية الحديث هذا كله مفصل في كتبه أنا لا أجد وقتا كي آتيكم بالمصادر إنني ألخص لكم المطالب لأن الحديث في هذه الحلقات ليس مرتبطا بهذا الموضوع هذا الموضوع الذي أحدثكم عنه تمهيد كي أحدثكم عن علم أصول الفقه هذا العلم الشيطاني القذر الذي له مدخلية مفصلية في صناعة الدين المزيف عند السنة وعند الشيعة على حد سواء علم أصول الفقه هو علم سني ناصبي الطوسيون استوردوه من هناك ولذا لا بد من الحديث في هذه الأجواء كي أتسلسل في تأريخ الموضوع كما قلت لكم أحرق ما أحرق من أحاديث رسول الله منعوا منعوا كتابتها منعوا روايتها ثم أحرقوا المصاحف المصاحف التي أحرقوها ليس فيها من عيب لأن أصحابها كتبوا أحاديث رسول الله في حاشيتها وتلك الأحاديث كانت جزءا من بيان رسول الله لآيات القرآن هم لا يعبؤون بحديث رسول الله الذي يفسر القرآن إن كان في بيان أحكام الصلاة مثلا الذي لا يريدونه ما يرتبط بعقيدة الولاية والبراءة وهذا الذي لا يريدونه فجمعوا المصاحف وأحرقوها ومن أهمها مصحف أبي أحرقوه من أفضل تلك المصاحف هو أقرب المصاحف إلى الذي يريده أهل البيت فأحرقوا المصاحف وأحرقوا الأحاديث واستمرت عملية طمس الحقائق وتحريف الدين من الخليفة الأول إلى الثاني إلى الثالث حتى انتهت خلافة أمير المؤمنين الذي حاول أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه أو على الأقل أن يضع نقاطا دالة للذين يأتون من بعده كي يميز بين الحق والباطل لذا انتقل إلى الكوفة لأجل أن يكون التمييز أسهل على الأمة لأنه لو بقي في المدينة فإن الأكاذيب والإفتراءات التي مرت في الأزمنة التي سبقته للخلفاء الثلاثة ستشكل حاجزا أمام تمييز الحق من الباطل ولذا خرج إلى الكوفة موضوع كبير هذا موضوع كبير هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والخمسين إنه الحديث الحادي والعشرون خطبة لأمير المؤمنين ومر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة فمما قاله لخواص أصحابه قد عملت الولاة قبلي يتحدث عن الخليفة الأول والثاني والثالث قد عملت قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هذا هو الذي جرى قد عملت قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته إلى آخر الخطبة الشريفة والتي ضمنها الكثير من الشواهد والأمثلة التي تخبرنا عن تحريف وتغيير سنة رسول الله من قبل الخلفاء الثلاثة وماذا نقرأ في علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية أو واحد وثمانين للهجرة إنني أقرأ من الجزء الثاني من الباب ثلاثمية وخمسطعش الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبي عن أبي إسحاق الأرجاني عن إمامنا الصادق رفعه قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أتدري يخاطب أحد أصحابه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العام الصواب في خلافهم الرشاد في خلافهم في خلاف أتباع سقيفة بني ساعد أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العام فقلت صاحب الإمام يقول فقلت لا ندري فقال إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلا خالف عليه الأمة إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبس على الناس هذا هو الذي كان يجري في زمان الخليفة الأول والثاني والثالث إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبس على الناس في الباب التاسع والثمانين الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن محمد بن أبي عمير سأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه حدثنا محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن أبو الحسن هو إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ومحمد بن أبي عمير من خواصه ومن خلصائه ابن أبي عمير سأل الإمامة الكاظمة عن حي على خير العمل لماذا تركت من الأذان لماذا رفعها عمر بن الخطاب من الأذان فقال تريد العلة الظاهرة أو الباطنة قلت أريدهما جميعا فقال أما العلة الظاهرة فلألا يدعى الناس الجهاد اتكالا على الصلاة هكذا بررها عمر في وقتها وأما الباطنة وهي النية الحقيقية فإن خير العمل الولاية ولاية علي وآل علي فإن خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان ألا يقع حثا عليها ودعاء إليها هكذا كانت تجري الأمور وما منعت المتعة إلا لأجل أن ينتشر اللواط وأن ينتشر الزنا وأن ينتشر السحاق كي يكون المجتمع مجتمعا يولد أعداء لعلي لأن صحابة كانوا يعرفون من أن أبناء الزنا ومن أن المأبونين يكونون في الجهة الثانية في الجهة المعادية لعلي صلوات الله وسلامه عليه فلطالما أخرج الصحابة أولادهم الصغار حينما يمر علي أمام بيوتهم يسألونهم أتحبون هذا فإن قالوا نعم ضموهم إلى صدورهم رواياتهم تقول ما أنا الذي أقول هذا موجود في كتبه في الروايات بوروا أولادكم بحب علي بوروا أولادكم أي اختبروهم فكان الصحابة يفعلون ذلك فإذا ما مر علي أمام البيت يسأل الصحابي ولده الصغير هتحب هذا فإن قال نعم ضمه إلى صدري وإن قال لا أبعده عن كانوا يميزون بين الناس به فهو الفاروق والفاروق بين الحق والباطل نذهب إلى فاصل هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان البخاري متوفى سنة 256 للهجرة طبعات البخاري كثيرة لذا إذا أردتم أن تصلوا إلى الحديث فالتفتوا إلى عنوين الكتب وإلى أرقام الحديث كتاب العلم الباب الأربعون في الصفحة الرابعة والثلاثين بحسب الطبعة التي بين يدي الحديث 114 حديث حديث رزية الخميس بسنده بسند البخاري وبدأ الكلام حدثنا هذا يعني أن الحديث حديث صحيح بحسب ما يقول أتباع سقيفة بني ساعد بسند البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده هل هناك أهم من هذا الشيء قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا من هو عمر هذا حتى يعارض خاتم الأنبياء يا أيتها الأمة الضالة هل لا فكرت في هذه الحقائق التي هي واضحة كوضوح الشمس من هو عمر هذا حتى يضع برنامج للأمة يقابل يقابل برنامج رسول الله فإن برنامج رسول الله الهداية عمر وضع برنامج آخر ملاكات الأحكام تبدلت صارت الأمة مرتدة ارتدت الأمة البخاري نفسه ينقل أحاديث رجوع الصحابة القهقرة على أدبارهم رجعوا إلى الجاهلية الجهلاء لا مجال لقراءة كل الأحاديث النبي هكذا قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده يأمرهم أمرا قال عمر إن النبي غلبه الوجع النبي يعرف هذا أو لا يعرف هذا وعندنا كتاب الله حسبنا لماذا لم يقل رسول الله عندكم كتاب الله وهو حسبكم قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طردهم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه هذه رزية الخميس ولم يعتذروا لم يعودوا إلى رسول الله وأصروا على موقفهم وذهبوا إلى سقيفة بن ساعدة وجروا الأمة إلى ضلالها إلى هذه اللحظة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من هذه الدنيا وهو غير راض عنهم هذه أحاديث رزية الخميس هذا الحديث الذي نقله البخاري في صفحة 34 برقم 114 كرره في مواطن أخرى رقم 3053 رقم 368 رقم 4431 رقم 4432 رقم خمستالاف ستمية وتسعة وستين رقم سبعتالاف اثلاثمية وستة وستين لأهمية الحديث ولأنه ورد بصيغ مختلفة لكن المضمونة واحد صفحة مية واربعة من كتاب مواقيت الصلاة إنه الباب السابع هو الذي وضع هذا العنوان البخاري البخاري ليس أمينا باب تضييع الصلاة عن وقتها لكن إذا ما قرأنا الحديثين الذين وضعهما البخاري في هذا الباب لا ذكر للوقت أبدا رقم الحديث خمسمية وتسعة وعشرين حدثنا بسنده بسند البخاري عن غيلان عن أنس إنه أنس ابن مالك الذي كان خادما عند رسول الله صلى الله عليه وآله أنس يقول هذا بعد رسول الله في أواخر أيام حياته هكذا يقول ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي يقول كل الذي كان على عهد النبي قد تغير وقد حرث أنس يقول لست أنا والرواية موجودة في البخاري وبدأ الحديث بحدثنا ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي قيل الصلاة الصلاة كانت موجودة على عهد النبي والناس يصلون قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها لم يتحدث عن الوقت هذه أكاذيب البخاري الذي عنون الباب باب تضييع الصلاة عن وقتها هذا كذب البخاري أنس ما تحدث عن الوقت إنه يتحدث عن الصلاة نفسها عن ما في داخل الصلاة عن مكونات الصلاة حديث خطير هذا ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي كل شيء تغير كل شيء تحرف قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها الحديث الثاني رقم خمسمائة وثلاثين أيضاً بدأ الحديث بحدثنا وهذه علامة للأحاديث الصحيحة القطعية بحسب ما يقولون من أن البخاري هكذا نظم صحيحه بسنده عن عثمان ابن أبي روات أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت لم يتحدث عن الوقت الصلاة بما هي هي صلاة قد ضيعت هذا العنوان عنوان تدليسي الذي وضعه البخاري باب تضييع الصلاة عن وقتها أين جاء ذكر الوقت في هذين الحديثين عن أنس الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت لازلت أقرأ من البخاري صفحة مية واثنين واربعين كتاب الأذان باب مية وخمسطعش بسنده أيضاً الحديث بدأ حدثنا عن عمران ابن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه عنه بالبصرة حين ذهب الأمير إلى العراق وبعد واقعة الجمل عمران ابن حسين يقول صلى هو صلى مع علي رضي الله عنه رضي الله بالبصره فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله رضي الله ادري ادري شات شنت صلون صلاة هيا مول لبن يا صلاة صلون ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله الرواية أيضاً تأتي رقم سبعمية وستة وثمانين من باب مية وستعاش وفي صفحة مية وتسعة واربعين من باب مية واربعة واربعين رقم الرواية اثمانمية وستة وعشرين وأيضاً في صفحة مية وتسعة واربعين في باب مية واربعة واربعين رقم الحديث اثمانمية وستة وعشرين أنا لست بصدد تتبع أحاديثي البخاري إنما جئت بالذي جئت به مثالا مثالا على التغيير والتبديل مع أن البخاري لا يذكر الأحاديث من دون تدليس لكن آثار التحريف والتغيير التي قام بها خلفاء سقيفة بني ساعدة واضحة وهذا شيء مما يشير إلى التحريف الكبير وإلى طمس الحقائق من بعد ما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الذي جرى في هذه الأمة في أوائلها والأمر هو هو جرى في أوائل الغيبة الكبرى بالنسبة للشيعة بلية السنة بالصحابة وبلية الشيعة بمراجعهم لا شأن لي بالسنة أولئك قوم لهم دينهم ولديني لكنني أتحدث عن صناعة الدين المزيل وأحد المواد الرئيسة في صناعة تزييف الدين ما يسمى بعلم أصول الفقه وهذا العلم شيطاني نشأ في أحضان أتباع سقيفة بني ساعدة فلابد أن أذكر هذه المقدمة ما بين طمس الحقائق والتأسيس للتحريف الكبير في زمان خلفاء سقيفة بني ساعدة إلى الركام الهائلي من الأكاذيب والإفتراءات على رسول الله في الزمان الأموي إلى أن وصلنا إلى مرحلة صارت الأكاذيب لا تطاق فاضطر أتباع سقيفة بني ساعدة في الزمن العباسي إلى صناعة علوم لتمييزي وتمحيصي هذه الأكاذيب وهذا الركام من الضلال ومن الإفتراء فمن جملة العلوم التي نشأت وأوجدوها ما يسمى بعلم أصول الفقه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديد